يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند في الحقيقة حلقة النهاردة مهمة جدا جدا عشان هنتكلم فيها في نقاط كتير قوي بتتعلق بمبارات الأمس والهزيمة أمام سانداونس بهدف مقابل لا شيء في مفاجأة بالنسبة لنا كجماهير ومفاجأة بالنسبة لكل المتابعين لأن كان منها المتوقع بشكل أكبر أن الأهلي هو اللي يفوز في ظل الأداء المميز اللي كان بيقدموا الفريق على مدار الفترة اللي فاتت كلها وده أمر ما حدش يقدر ينكره أبدا فبالتالي كلام حيكون كتير جدا في الملف ده تحديدا بخلاف الاستعدادات لما هو قادم لأن ده دايما اللي بيكون الأهم وإحنا عارفين ثقافة الأهلي متعودين عليها سواء كسبت أو خسرت بتقفل الصفحة وبتفكر في اللي جاي لكن لازم هنعلق برضو على مبارات مبارح في البداية قبل ما نتكلم على اللي جاي لأن اللي جاي مليء بالتحديات المهمة جدا جدا بالنسبة للفريق إن شاء الله بإذن الله عندنا سوكة كبيرة جدا في جهاز الفني واللعبين لأن هم يكونوا أدهوا ويقدروا يحققوا كل طباحات جمهوري النادي الأهلي من خلال موسم مليء بالتحديات الصعبة والهمة للغاية كمان النهاردة سيكون عندنا كلام بيتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي في ظل بطولات عديدة بتقام بالتحديد عالميا حنتكلم ونتطرق لها هذا أمر مهم والنهاردة عندنا مباراة مهمة كمان لنجمينة مصر محمد صلى حنتكلم فيها برضو فبالتالي أمور كتير جدا على مدار فكرات الحلقة المختلفة في البداية دايما بنتواصل مع حضراتكم ونتنتظر تواصلكم معنا من خلال سؤال الحلقة وسؤال الحلقة زي ما دايما بناخد رسائلكم لما الأهلي بيكسب لأن الجمهور النادي الأهلي هو العنصر الأساسي في المنظومة الأهلوية وحقهم جدا جدا أن هما يزعلوا وحقهم جدا أن هما يوجهوا الرسائل بشأنها تقدر تدي دوافع قوية جدا للفريق ودعمه خلال المرحلة الهمة جدا قلة مقبلة فتواصلوا معنا من خلال سؤال حلقة المهاردة سأستيلكم إيه للعابة الأهلي والجهاز الفني من خلال صفحات الطناء المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام كالعادة البداية بأهم وأبرز العنوين تعال نشوف في ترند الأهلي الفريق واصل تدريباته بدون راحة استعدادا لفرقه وكمان موسيقى وطالب اللعبين بالتركيز في الفترة المقبلة وأخيرا كيروش يدرس ضم أفشة للمنتخد طيب ماتشات النهاردة إيه؟ النهاردة فيه ماتش واحد بس في بطولة الدوري المصري وهي مباراة سموحة مع غازل المحل هتبتدي بالضبط كمان عشر دقايق أو اتناشر دقيقة معادها ساعة خمسة وربع في بطولة الدوري في إطار الجولة رقم 11 على مقازون كمان في كاس ربطة المحترفين الإنجليزية الكاراباو قب النهاردة مباراة قواية قوي قوي ونهائي هذه البطولة ما بين تشيلسي وليفر بول كل التوفيق رب يكون لليفر بول عشان نجدنا المصري محمد صلاح يحقق بطولة محلية أخرى مع ليفر بول بعد ما قدر أنه يحقق بطولة الدوري الإنجليزي سابقا فبالتالي حيبقى لقب جديد في منصرته الاحترافية المميزة جدا جدا إن شاء الله نتمنى لكل التوفيق مصري ساعة ستة ونص يعني كمان ساعة ونص تقديم الدوري الإنجليزي مباراة أخيرة ضمن مباراة الجولة الحالية في هذه البطولة المميزة وهي مباراة ويستام يونيتد مع ويلفر هامتون مباراة تارية الساعة أربعة الشهوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف والشهوط الثاني ابتدى في هذه اللحظات أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهارده فيا ريال كسب إسبانيول بفوز كبير جدا بنتيجة خمسة واحد إشبلية حيلعب خمسة وربع مع ريال بتيس ريال سوسيد أد الساعة سبعة مصر مع أساسونة برشلونة مع أتليتكو أو أتليتك بالباو الساعة عشر بالليل ده فيما يتعلق بالمباراة في مختلف البطولات حول العالم النهارده تفاصيل أكتر وكواليس أكتر وأكتر بعد الفاصل السامن طيب تعالوا كده نتكلم واحدة ونرتب الأمور بشكل واضح بالنسبة لكل جمهير النادي الأهلي لو تفتكروا إحنا الأسبوع اللي فات تحديدا أعتقد يوم الاثنين اللي فات اتكلمنا في ضغط المطشاط والإجهاد وكلام من ده مش بديك مبرر لا استنى أصبر عليه بس للآخر مش بديك مبرر يعني بقولك بس إن إحنا إيه الفترة دي مليئة بمطشاط كتير جدا وارد إن انت تتعصر وده اللي حصل إمبارح وارد إن انت تتعصر بالمناسبة إمبارح تحديده ما فيش عزار يعني بارح الفريق ما فيش حد مجهد لأن كده كده كان فيه روتيشن في مورات المعصة اللي قدينها بشكل كويس جدا لكن الراجل المسلماني المدير الفني المميز للنادي الأهلي والرجالة بتاعته اللعيبة بصراحة بصراحة هم خلونا نصق ثقة زائدة مش في قدراتهم لأ هم فعلا يستحقوا ثقة بس قصدي إيه في الماتشات نفسها إن إحنا إيه كل ماتش عارفين إن إحنا هنكسب الفترة اللي فاتت حتى بأي حد بيلعب في كاس العالم الأندية اللي هو أعلى لفل إنت بتلعب فيه أعلى لفل بتلعب فيه إنت كنت بتكسب وإنت عندك غيابات بص عد براحتك 13-14 لعيب وبتكسب وخدت تالت خدت برونزية فمن هنا جات الثقة اللي خلتنا إن إحنا بنبقى قبل أي ماتش نازلين إحنا هنكسب وهي دي حاجة تحسب لهم بصراحة لكن في نفس الوقت إحنا نبارح خدنا درس جمد قوي لازم نتعلم منه هو إيه الدرس إن الكورة ملهاش كبير الأهل كبير الكورة في مصر الأهل كبير الكورة في أفريق ما فيش نقاش ما فيش اختلاف على كده خالص والنتائج والأرقام هي اللي بتقول كده والألقاب كمان هي اللي بتقول كده حلو بس برضو كورة ملهاش كبير إحنا استفدنا إيه الدرس بتاع مبارح بالمناسبة بصراحة يعني وأنا بتكلم معاكم منتهى الواقعية إعلام النادي الأهلي اللي هو بيتمثل يعني في إعلاميين النادي الأهلي أو الناس المحسوبة على النادي الأهلي كان عندهم ثقة زائدة أنا واحد منهم أنا بقول لحضراتكم أنا كان عندي ثقة إن إحنا هنكسب مبارح بصراحة كنت تشوف إن إحنا عادي جدا نكسب رغم إن فريق سانداونز قوي وأثبت مبارح إن فريق جمد قوي لأن بعض المحسوبين على التحليل القروي قالوا إن سانداونز فرقة ضعيفة ومش بتاعت قبل كده وكاما دي نشوفنا سانداونز عاملة إزاي حلو فالثقة زائدة عند من هم محسوبون على النادي الأهلي كإعلاميين وده درس إحنا نغدو الثقة كانت زائدة جدا عند جمهور النادي الأهلي وده درس أكيد الجمهور خبّلوا منه الثقة كانت زائدة قوي عند الجهاز الفني واللعبين بمنتهى الوضوح والصراحة ونتيجة الثقة الزائدة دي إن إحنا خسرنا مبارح بس الميزة في إيه بقاه تعال معاي الميزة هنا في إن الهزيمة جات في وقتها في الوقت المناسب اللي تقدر تعوض مش في دور خروج المغلوب تمام مش مسلا ما جلناش في ربع النهائي ولا نص النهائي ولا الكلام من ده ولا حتى في النهائي لا ده جلنا في توقيت ممتاز وفي بداية مشوارنا في دور المجموعات أنت تعادلت الهلال ومبارات تانية بالنسبة لك هي مبارات سانداونس إنك تخسر في التوقيت ده لا اللي هو بقى إصحفه خلي بالك أنت ممكن أن أنت تخرج من البطولة آه أنت كبير أفريكيا أنت بطل أفريكيا آخر سنتين أنت واخد البطولة عشر سنين بس خلي بالك لا القرى ما فيهاش هزار أنت ممكن تخسر وتخرج برا وتبقى يعني بالنسبة لنا يعني إيه نتيجة إحنا ما نتوقعهاش تبقى للإمكانيات الموجودة حاليا على المستوى الفني والبشري داخل فريق القرى بالنادي الأهلي طيب هل الهزيمة بتاعت انبارح دي تشكك في الجهاز الفني أبدا 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 واللي يقول لك غير كده يبقى بيهزر تشكك في قدرات اللعبة مستحيل مستحيل ليه؟ لأن هم هم الناس دول اللي جاولنا أفريكيا مرتين وارباعده اللي جاولنا سوبر أفريكيا مرتين وارباعده اللي جاولنا برونزية مرتين وارباعده في كاس العالم واللي جاولنا بطولات قد كده دوري وكاس وسوبر كل حاجة هم هم لكن من الوارد جدا لأن انت مش بتلعب قرى لوحدك فبالتالي مش هتكسب كل المطشاط من الوارد جدا إنك تتعصر بس إزاي تقدر تستفاد من هذا التعصر إحنا خدنا درس ممتاز وتحية كبيرة الفريق سندونز اللي عمل مباراة كبيرة وإحنا بصراحة روحنا كتير بالمناسبة برضو ده ما يقللش من الأهلي عمل مطش كويس مش بقول حل وقوي لا مطش كويس بس نكنش في توفيق أنت عندك خمس فرص تقريبا محققة خمس فرص محققة لو جبت فيهم جون واحد بس خلاص فكان فيه عدم توفيق واضح جدا في كل الهجمات بالنسبة لنادي لها عندك كورتين بيرسيتاو كورتين تقريبا مجدي أفشا كورة حسام حسن فضيعة جون مفروض جون حمدي فتحي في أول مطش أدي سادس كورة في الشرط الأول تحديدا يعني اللي بيدماغه العرضية الركنية اللي عملها أعتقد معلول فحطها بدماغه بس جات ضعيفة خرجت بر ففرص كلها محققة كانت كفيلة من أي فرصة فيهم أنك تكسبك الثلاث نقط فبالتالي لازم نحط كل حاجة في مكانها الصحيح اللي عجبني قوي بمناسبة بقى الصورة اللي احنا شايفينها بتاعت جمهور النادي الأهلي الواعي يعني اللي بصراحة يا بخت الأهلي بي إن مطش خلص من هنا واللي قعد شوية كده متنح زي حالاتي متدايق بعد المطش اللي هو مش مصدق إن إحنا خسرنا بصراحة من برحة ما أم كنتش مصدق من الأيام القليلة جدا اللي بقى لي فترة ما بنامش متدايق كده مش عشان إحنا خسرنا بطولة إحنا مخسرناش بطولة بس عشان ما كنتش متخلل إن إحنا ممكن نخسر وده درس لنا يعني ده درس لنا إن إحنا ممكن نخسر يا جماعة بس إحنا بنعمل كل اللي علينا في أخطاء كان هي قوارد جدا ما فيش مدرب ما بيغلطش خالص يعني بس مش معنى إنه ممكن يكون مدرب غلط أو مثلا قدر قدر أفقاره أو تغييراته بشكل خاطئ شوية أو ما كانش موفق فيها إنه هو مدرب وحش إطلاقا مسلماني خارج التقييم خارج التقييم خارج التقييم تاني تالت لكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي جمهور الأهلي بقى عشان الجزائي دي حلوة المطش خلص فأنا قعدت كده ما بشوفه مش مصدق فلاقيت جمهور الأهلي بيقول لك إيه إلعب أو معلش معلش إلعب ما همكش معلش معلش إلعب ما همكش والأهلي خسران على ملعبه أول مرة من 2016 في أفريقيا يخسر في ملعبه فده إن ده اللي يضل على إيه على الوعي الكبير قوي عند جمهور النادي الأهلي اللي عارف إيه اللي عارف إن فيه رجالة في الفرقة حلو وفيه جهاز فني مميز خلي بالك جمهور الأهلي لما بيلاقي الدنيا بايزة خالص ما بتبقاش ديه تفاته في فترات مثلا اللي هي بتبقى قليلة ونادرة في الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي اللي بيبقى الفرقة وقعة فيه لا بيبقى فيه تفات تانية وبنارات تانية وحاجات تانية بس جمهور الأهلي مبارح عشان عارف إن الأبطال دول والرجال دول حققوا كتير ولسه قدامهم كتير وعارفين إن الجهاز الفني ده مميز ولسه قدامهم مشوار طويل مع الفرقة وعارفين الأهلي مخرجش من الأفريقيا فقال لك إيه معلش معلش إلعب ما يهمكش هو ده الوعي المطلوب وهو ده الدرس المستفاد فبالتالي جمهور الأهلي زعلان زعلان حقه يزعل طبعا حقه يزعل بس هو زعل جمهور النادي الأهلي ده أكبر دافع وأنا عارف إن أقوله حراركم إيه كويس قوي أكبر دافع عند اللاعبين إن هما يقدروا يفرحوا الجمهور تاني اللي تعود على الفرح وهي دي ضربة كل واحد موجود جوه النادي الأهلي إنت شغلتك إيه؟ تفرح الجمهور ده إنت شغلتك إيه؟ إن أنت تموت نفسك في الملعب عشان إحنا بنصق فيك عشان تلاقيب كبير قوي فبالتالي تستحق إن أنت تتواجد في الكهام ده فبالتالي إحنا بننتظر منك دايما المزيد وننتظر منك إن إحنا نفرح وإننا مبسوطين حلو؟ فدي كلها أمور ونقاط مهمة قوي لازم إن إحنا نركز فيها ماشي الجزء الأهم بقى إن دي صفحة وخلصت صفحة وتقفلت زي مثلا لما كسبنا كده مطش منتري كان التفكير إيه في كاس العالم صفحة وخلصت إحنا كسبنا خلاص عادي كسبنا عايزين نركز في مطش بها المراس ما وفقناش في مطش بها المراس خسرنا نركز في مطش الهلال ركزنا جامد وخلاص قفلنا صفحة بها المراس والخسارة رغم التموح كان كبير كسبنا الهلال الأربعة فسواء بتكسب أو بتخسر الصفحة بتتقفل لأن هو ده برضو أو هي دي الأندية الكبير دايما لما تخسر أو تكسب تبص الأدام اللي حصل أو المطش الخرس ده في الماضي أصبح في الماضي تركز في اللي جاي ودي سمة أساسية هتساعد بشكل كبير جدا الفرق أكلال الفترة اللي جاي فالتفكير كله في إيه دلوقتي في مباراة فرقه يوم الثلاث مطش في الدوري مهم بطولة الدوري احنا فقدناها الموسم اللي فات حاجة برضو صعبة شوية على الأهلوية إن شاء الله تكون خطوة من ضمن الخطوات اللي تساعد الأهل لأنه هو يستعيد اللقم قبل مطش حيكون مهم بقى قوي وفرص الأهل في أفريقيا قائمة وبصورة كبيرة يا جماعة هو مباراة المريخ عندك المريخ هنا والمريخ هنا والهلال هنا وسانداونز هو اللي بار وتقدر تكسب سانداونز بار وتقدر تاخد طارق من سانداونز بار إنه هو كسبك على ملعبك تكسبه بقى على ملعبك الأهم حتى لو ما كسبت السانداونز الأهم من أنك تتأهل وده بإذن الله واحد أحد هيحصل لأنه عندنا فعلا فرقة ممتاز فالتفكير كله منصب نحو مباراة فرقة تخلص مباراة فرقة ونركز في المريخ واحدة واحدة خطوة خطوة وده لو قلت حراركم عليه الأسبوع اللي فات إن حتى لو حصل أي إخفاقات أو أي تعصرات بالنسبة للفريق على مدار الفترة اللي جاي المباراة اللي جاي الغير حاسمة الغير حاسمة ركز في الحتة دي دور جمهور الأهلي المسندة والدع وفي ظهر الفرقة على الحلوة والمر زي ما احنا متعودين ودي حاجة احنا مش محتاجين نقول لجمهور الأهلي احنا شفناها على أرض الواقع مباراة في الملعب بعد ما ببراه انتهت عايزين نشوف ترتيب المجموعات بس قبل ما نشوف ترتيب المجموعات لو ينفع نعرض لقطات من المران النهاردة كده عشانها بس عايز أوري جمهور النادي الأهلي قد إيه اللعيبة نفسهم أيوة كده والجهاز الثاني بيبقوا متضايقين لما بنخسر بص كده واحدة بص الراجل قاعد حزين موسماني بص طاهر في اللقطة اللي فاتت دي تكشيرا احنا متعودين لعبت الأهلي نازلة كده خرجة من غرف الملابس داخل على استاد مختار التيتش عشان يتمرنوا ابتسامات وهزار ودي حكي لان بص حالة تزعل على طاهر طاهر من اللعبة اللعبة اللي عمله شوت أول مميز مبارح بالمناسبة تمام؟ وواحد من اللعبة اللي ساهمت في كاس السوبر أفريكي بشكل ممتاز جاب جون مهمة أو بالنسبة فلعب كويس فترة ما يبقاش موفق فده بيحصل محمد هاني بص حالة الحزن عشان ما تفتكرش انت كواحد أهلاوي او كجماهير للنادي الأهلي احنا بس اللي بنزعل وإحنا بس اللي ممكن ما نمشي لو خسرنا وكان من ده لا اللعبة هم هم زيك بالزبط اهو حمدي فاتح واحد من الرجالة قوي حمدي راجل قوي من أكتر يعني مش عايز أقول من أكتر هو طبيعته بيزعل قوي لما بيخسر حتى لو في التمرين بالمناسبة أفشل شوف حالة الحزن الزعل بالمناسبة الزعل ده والحالة دي مش هتأثر عليهم ما قال اللي هو إحباط خلي بالك في فرق ما بين الحزن والإحباط ان انت تبقى زعلان دي حاجة والزعل ده يديك تدافع لللي جاي والإحباط اللي هو يوقعك بعد كده هو حزن مصحوب بتركيز واضح للعيب اللي هو يا جماعة لا ماينفعش نفوق نفسنا ماينفعش احنا نرجع كده نكسب المطشاط اللي جاية دوري أفريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا المهم التوفيق يكون حالفنا وده بإذن الله ربنا يكرمنا بيه خلال الفترة اللي جاية مهم انت تعمل كل المجهود اللي عليك في الملعب واحنا عملنا مجهود كبير جدا في الحقيقة مبرح بس ما كانش فيه توفيق وكان فيه بعض الأخطاء الفنية البسيطة جدا اللي كانت ممكن تكون أثرت على المباراة فدي لقطات كانت مهمة بالنسبة لي حابيت أوريها لحضراتكم عشان جمهور الأهلي يبقى عائل طيب تعالنا شوف بقى ترتيب المجموعات ونتائج المباراة بداية بتاعة الجولة التالتة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الماريخ والهلال في مجموعاتنا احنا لعبوا والماريخ كسب 2-1 وفاق سطيف مع أمازولو أمازولو فاز 1-0 حراية كونكري مع الرجاء المغربي 1-0 الرجاء الترجي التونسي والنجم السحلي تعادل سلبي شباب بلوزداد مع دوانينج جالكسي فوز شباب بلوزداد بننتيجة 2-1 بترو أتليتكو فاز على زجرادة 1-0 سانداونز فاز على الأهلي 1-0 في القاهرة والزماليخ خسر من الوداد 3-1 نتيجة أيضا من انتاج الكبير دي النتائج لك تعادشوا بقى المجموعات عشان بعارفين كده الأمور ماشية زي أول بقى المجموعة الأولى اللي احنا فيها سانداونز منتصدر بسبع نقاطه بياختوا قطوة كبيرة جدا نحو التأهل ده طبيعي بعد فوزه خارج ملعبه على الأهلي مبارع الماريخ ولعب طبعا مباراة زيادة سانداونز الماريخ لعب ماتشين بس زيه زي الأهلي عنده أربع نقاط والأهلي لعب ماتشين بالزبط عنده نقطة فبالتالي المباراة اللي جاي مهمة قوي ان انت تكسب الماريخ حاش تبقى أربعة وبالتالي تكون المركز التاني الهلال عنده نقطة من ثلاث مباريات فالفرص قائمة وبشكل كبير بالنسبة لنادي الأهلي مهم ان شاء الله ان احنا نكون موفقين ونكون مركزين كمان المجموعة بي الرجاء المتصدر هو شبه تأهل خلاص لأنه هو تسع نقاط من ثلاث مباريات أما زولو ست نقاط وفاق ستيف ثلاث نقاط وحرية كونكري ملدون ولا نقطة اعتقد حرية بقر بره البطولة كده التراجي التونسي متصدر بفرق الأهداف برصيد خمس نقاط في المجموعة الشباب بلوزداد من نفس الرصيد خمس نقاط النجم السحلي ثلاث نقاط وجوالينج جالكسي نقطة المنافسة هتكون قائمة بابدن سلاسي في المقدمة المجموعة دي بيترو أتليتكو سبع نقاط الوداد دي ست نقاط بعد فوضع على الزمالك مبارح الزمالك نقطتين بس بعد هزيمته من الوداد مبارح وزاجرادا عنده نقطة وحيدة في هذه المجموعة دي نتائج المجموعة مجموعة كلها قوية في الحقيقة والمبارحات كلها قوية ده أمر واضح كده وبطولة بالتالي هتكون أقوى بشكل مؤكد والأهل إن شاء الله بإذن الله أدها ويقدر نويحها البطولة الحداشر في تاريخه والتالت على التولي بإذن الله لأن ده هدف قائم والكل بيسعى ليه بإذن الله هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندي بعض الأخبار الخاصة بمران الأهل اليوم هنتكلم فيها أحد زملاء الأعزاء وراء الكاميرا مصطفى اسمه مصطفى الزميل العزيز بيقول لي إحنا لنا فيه كرة كان ممكن نترد فيها حارس المرمى اللي صدها من بره وكلام من ده آه طبعا كرة مؤثرة بس مش الأهل اللي يعطي على التحكيم خالص إحنا كناش موفقين فخلاص التحكيم لما يكون فيه خطأ فج كبير قوي أثر على ضرب الجزاء مثلا هدف أفصال يدخل فينا الكلام من ده يعني فساعتها نتكلم على التحكيم لكن إمبارح آه فيه أخطأ تحكيمية الفور لازم يكون موجود طبعا بصراحة مش عارف ليه مش موجود في دور المجمعات لكن هنتخطى المرحلة دي خلاص يعني مش هنتكلم فيها فبالتالي خلينا نفكر في اللي جاي إيه اللي جاي بقى هقول لكم بعض الأخبار تتعلق بالفريق النهاردة موسيباني اجتمع مع اللاعبي وده في إطار اللي جاي بقى واتكلم معهم في بعض النقاط المهمة زي ما انتم كده شايفين في اللقطات الخاصة بمران الأهلي اليوم اللي كان الصبح نكلم مع أن خلاص يا جماعة لازم نقفل الصفحة بتاعة ماتش سونداونز احنا نركز في الماتش اللي جاي في الجولة التالتة بالنسبة لنا احنا يعني في البطولة أو المباراة التالتة يدنا وهي مباراة المريخ لازم نتدرك بعض السلبيات اللي حصلت في الماتش ونركز في المرحلة المقبلة خاصة أن المنافسة المحلية والإفريقية أو المنافسات المحلية والإفريقية متتالية وبشكل طبعا مضغوط زي ما احنا عارفين فمطلوب جدا التركيز وبصرح الله يكون فواني جلز الفاني واللعبين أن انت تدرس يعني كل فريحة تقابله في فترة زمنية قليلة يومين بس قبل كل مباراة فده لوحده تشتت زهني فمحتاج تركيز قوي وهي دي قدرات لعبة الأهلي يقدروا يتعاملوا مع الأمور الزي دي تدريبات كمان استشفائية اللعبين المشاركين في مباراة سونداونز طبعا الناس اللي شاركوا بشكل أساسي كان يوم تدريبات الاستشفائية تجنبا للإجهاد وكان عندهم بعض التدريبات البدنية في الصالة الجيم تدريبات بدنية خفيفة يعني في المقابل زي ما احنا عارفين دايما بيبقى تدريبات بدنية قوية للعبين اللي مشاركوش في المباراة امبارح علشان يكونوا جاهزين في حالة الحاجة اليهم في أي فترة من الفترات المقبلة وده الأمر اللي احنا عارفينه فبالتالي كان فيه تدريبات بدنية للعبين دول من ضمن الأخبار الكويسة والمهمة شوية إن أيمن أشرف بدأ الجاري حول الملعب وإحنا عارفين أيمن كان عنده بعض الألام في الرجبة بالتالي بعديته عن المطش ده ومطش لفات بتاع المقصة في الدور فبالتالي أيمن أشرف من الوارد إنه هو يلحق مباراة المريخ مش مطش فرقه مطش المريخ ممكن يكون موجود حتى لو مش موجود أيمن إحنا عندنا خاطة فعل مميز حتى لو خسرنا مبارح بالمناسبة لكن اللعبة بقدرات عالية جدا وموسيقاتنا فيهم كبيرة ومش هتتهز إطلاقا فأيمن أشرف يعني زي ما حراركم كده عارفين أعمل بعض التدريبات التأهلية بالجاري حول الملعب وبعض التدريبات البدنية في الجيم طب خلينا نطمن بشكل أكبر على الفرقة كده والحالة المعنوية للفريق أكيد طبعا زعلينيهم كل حاجة بس إزاي بيتم تأهلهم للجاي نفسيا وزهنيا فنروح سريعا عبر الهاتف مع زميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي يا شريف أهلا بيك إزايك فينا قرار أهلا بيك تحقيق لك طبعا سبيل أمير تحقيق لك ولكل مشاهدي ومتابع الشيقات نادي الأهلي ووحيش نجد أنت أكثر يا شريف أخبارك كله تمام طب منا يا شريف على الفرقة النهاردة أنت كنت موجود في استاد مختار التيتش إنبارح هزيمة زعلنين الناس زعلانا سواء الفرقة أو الجمهور فقلنا الحالة اللي انت شفتها كانت عاملة إزاي وإزاي بيستعد الفريق لموبرات فرقه الصعبة جدا بكل تأكيد في بطول الدوري طبعا حالة الغضب كانت بيّن نهاردة على وجوه اللاعبين وخصوصا محمد الشيناو وكابتن الفريق طبعا خلينا أقولك يعني النهاردة كانت في جلسة للعبين داخل غرفة البلابس طبعا نعبينهم وما بين بعض آه غير جهاز خالص واتكلموا فيها إن إحنا بنصعب على نفسينا القصة الكورية مش عاوز تمشي بس إحنا مفروقة إننا نكتاد أكتر بكده فإننا لازم ندعب أكتر من كده ولازم الفترة المقبلة نصلح جمهور النادي الآلة غير عن جمهور النادي الآلة ما تعودش على الهزائم وخصوصا كمان بطولة أفريقيا من الجامير الآلة بتطالب دايما لعيب النادي الآلة طبعا بطولة أفريقية عشان المشاركة في كأس العالم يعني النهاردة كانت جالسة مسمرة جدا داخل الغرفة المغلقة ما بين طبعا لعيب النادي الآلة الكبار وباقي اللامعة وتعاهدوا على الفترة المقبلة بإذن الله يكون في تصالح مع الجماهير وكيفوز في كل مباراة المقبلة بإذن الله وكمان خصوصا المباراة الأفريقية علشان النادي الآلة يتأهل إلى الأنسان القادم وجالسة لقت قمول جدا أما عارف طبعا الجهاز الفني والجهاز الداري معابين شايرين المسئولية على بقى ما نزل أرضية الملعب النهاردة التمرين كان في الواحدة زورا طبعا مستر بيتس مسماني ومدير القرى الكتاب تلعب للحفيز وباقي الجهاز وجلسة مع لعيبي النادي الأهل طبعا مستر بيتس مسماني قال للعيبة خلاص مبارا ما كانتش يومكو ولكن احنا مفروغ كنا نجدكو البدري زي ما قلتلكو بس خلاص هي دي القرى القرى مش عاوز تجينا بلغة القرى لازم نجتهد الفترة المقبلة نفصل التركيز خالص عن بطولة فوقيا ونركز فيها البطولة المحلية عندنا مبارا صعبة جدا مع فاركو جماهير مش تستحمل يكون في أي هزة في الفترة المقبلة فلازم بإذن الله يكون في فوز الفترة المقبلة ونركز تركيز كامل ونقفل ملف الأفريق ونركز فيها طبعا الدوري المصري علشان بردو نحاول ناخد لقب الدوري المصري كان اللعيبة اللي شاركة طبعا مبارح كان النهاردة ديكوفرين من طاحهم وقتبين بالتشفاء الجيم وطبعا الأجهزة الحديثة جدا داخل النادي الأهل وباقي المجموعة كان فيه طبعا دمرين قوية فريحنا زي ما اسمعتك من شوية زميلي أمير بتتكلم عن أي من أشرف نجم من نجوم دفاعات النادي الأهل طبعا وامتخابنا الوطني النهاردة بدأ مرحلة أخيرة فيه الألاج في نتاري حوالين الملعب أقصى أقصى حاجة بإذن الله خبر مفرح لكل جمهير النادي الأهلي أقل من أسبوع بإذن الله هيكون متواجد بصفة منتظمة جدا مع باقي سملاقه النادي الأهلي عندنا سقة كبيرة جدا في كل نجوم النادي الأهلي خبر مفرح أيضا لك زميلي أمير طبعا تعودنا على الانفراضات داخل قناة ندينا الحبيب النادي الأهلي بدل بنون وكوكا تم إجراء لهم أشعة رانين وتم عرضها اليوم على استشاري كبير جدا للقلب والنتائج مبشرة بإذن الله ونردنا هيكون النهاردة بكرة صلحة لأقصى التفضير ولكن المؤشرات الأولوية كلها بتقول أن الحالة مبشرة أو الحالتين مبشرتين بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكونوا موجودين فيها ده خبر مهم لازم نقف عنده يا شريف يعني الاثنين خلاص عملوا الأشعة الأخيرة وبيتم عرضها خلاص على أحد الأطباء من خلال رأيه والاستشارة بتاعته ويقول لنا إمتى إن شاء الله يقدروا ينزلوا التدريبات الجماعية مع الفريق كيف مظبوط؟ مظبوط تمت الإشعة فعلا رانين وتم العرض فعلا على استشاري كبير جدا للقلب وفي انتظار رده هيكون النهاردة بالليل أو بكرة صلحة الأقصى بإذن الله النهاردة هيكون المؤشرات مبشرة يا شريف مبشرة جدا مبشرة جدا 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 فبإذن الله بإذن الله بخرى يكون فيه قرار رسمي طبعا لبدري وقوكة بإذن الله يعني عن طريقة فمنطمن كل جمال الحقيقي الاهلي ب palms بقرى بإذن الله يسمعوا خبر مفرح بإذن الله بإذن الله عن حال طبعا لعبين الكبار داخل endlessنهالي وحصولا بدري وبانون من لعبين الكبار جدا في دفاعات النادي الأهلي النهاردة صلاح محصن كانت تواجد. ولكن لسه فترة الغياب طويلة شوية. ولكن في المجمل الحالة معنوية أن طبعا الناس كانت زاعلنا النهاردة وهو شيء طبيعي جدا على لعيب النادي الأهلي. ولكن أطمنك. وبطمن كل جميع النادي الأهلي القادم أحسن. بكرة تنبيرين هيكون فيها الوحدة زورا. والتحرك إلى اسكندرية فيها الثالثة عصرا. يا رب بإذن الله يكون فوز دي النادي الأهلي على فريق كبير. هو فريق فارقه بعد بكرة. طبعا. سؤالين بسرعة يا شريف. وليد سليمان أخبره موقفه إيه. ونفس السؤال على متولي. ومدى جهازيته البدنية في حالة الحاجة ليه لمشاركة في المباراة. وليد سليمان طبعا جاهز للمشاركة تحت طبعا أمر الجهاز الفني. محمول متولي. البرنامج التأهلي اللي كان بيخضع ليه. كان برنامج تأهلي ذو شق طبي وشق بدني أيضا. فهو جاهز بدنيا بنسبة 100 في المية إذا احتاجوا طبعا الجهاز الفني هيكون موجود. ولكن ممكن الجهاز الطبي يكون ليه توصية مثلا في التأخير عاودت اللاعب شوية وارد يكون في الكواليس. ولكن من ناحية البدنية اللاعب سليم ووجاهز بالنسبة 100 في المية لأن البرنامج اللي كان شغل عليه كان طبي وبدني أيضا. ومشاء الله نفسك الخشب يعني الحالة بدنية عنده مبتازة جدا. واللعب عاوز يعود كل اللي فاته مع النادي الآله ويبدأ مدير الكرة اللي كانت في سدعب حبيس يعني كان بيكلم معه وبيقوله يعني خلاص انسى الفترة الماضية أجلناك لست تحديد. ما تجد معنا بقدم بقى كل اللي عندك. فبإذن الله من انتظر منه الكثير والكثير اللاعب كبير جدا. ولعيب عفرق جدا تخاطط إبعاد النادي الآله الفترة المجبلة بإذن الله شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة الوفية في الحقيقة والمالية. بالأخبار والمعلومات شريف شعبان عزيز مرئيس القناة الأهلي كان معنا على الهاتف وطمنا بشكل كبير جدا. لانستعدادة الفريق للمباراة المجبلة أمام مفرقه. هنروح لفاصل سريع بعد فاصل نرجع نتكلم شوية على الكلام اللي كاتب على الأهلي في السوشيال ميديا ونعلق عليه. استنونا. طيب تعالوا نشوف اللي تقال على الأهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة. ونبتدي بقورة بلس وحساب الرسمي على تويتر. واللي بيقولوا أن موسيماني ينفرد بالشناوي في جلسة خاصة بمران الأهلي. يعني طبيعي جلسة عادية. مش عايزين ناخدها في إطار أصل ممكن شناوي يسأل على الهدف اللي دخل فيه في المطش مبارع أو كلام من ده. فممكن يكون الناس تفسر كي يقولك أصل موسيماني بيلوم الشناوي كلام من ده. لأ. نحط كل حاجة في مكان. الشناوي مين؟ مين الشناوي ده؟ ده كابتن فريق النادي الأهلي. فطبيع جدا يكون فيه جلسة ما بينهما بين المدير الفنية. لو أنت دورك مهم معي تهيئة اللاعبين نفسيا للجاي في المطشاط اللي جاية أهم نعمل إيه الفترة جاية. كلام من ده. ده طبيعي جدا. مش في أي إطار تاني غير الإطار ده في الحقيقة. يعني ممكن الناس تقرأ الخبر ده يقولك إيه ده؟ أصل موسيماني شناوي لا طب. وبعدين وارد على فكرة أي حد يغلط. يعني أي حرس وارد أنه يغلط حتى لو الناس بتعتبر غلط أو الهدف اللي جي فينا غلط شناوي مبارح فوارد أي حد يغلط ده طبيعي. لكن شناوي حارس كبير وأفضل حارس في أفريقيا ده موضوع مش محتاج نقاش يعني. الوطن سبورت بيكلمه على إن عاجل عقوبات مالية على موسيماني واللعاب الأهلي بعد الخسارة من سان دونز يا جماعة الحاجات دي زي دي. الأهلي بيعلانها رسمي. شوفنا قبل كده موقف من الموقف. كان الأهلي أعلن عن عقوبات. صح ولا؟ صح. فبالتالي ده بيبقى اكتهاد والله فيه أخبار تتعمل استنتاج ففي نفس الوقت كده كده فيه ليحة. بس ما فيش أي عقوبات إضافية أو أي عقوبات ممكن تكون مكسفة على اللعابين أو كمين من ده. ده لو تم تطبيق يعني عقوبات أصلا على اللعب. بس دايما الحاجات اللي زي دي ما بيحبش أتكلم فيها غير ما تكون بشكل رسمي. النادي يعلن عنها يعني. فلنا أهلي ما أعلنش عن أي حاجة. في نفس الوقت الناس دي ليهم رصيد كبير جد. مش صارت مبارا تعمل عليهم عقوبات كبيرة يعني. الله أهرام وحسنهم على تويتر اتجاه الاستماعات سنائي الأهلي أمام فاركو بسبب الإجهاد. أصدهم على عمر سلية وعلي معلول. ممكن يكونوا مجهدين شوية أو حاجة بسبب المباراة المستثالية وكلام من ده. وارد كل شيء في مباراة فاركو. وارد التشكيل يتغير شوية عشان برضو روكيشن وعشان عندك مباراة المريخ مع وظف الاعتبار أهمية مباراة فاركو. أهمية المنافسة على طولة الدورة ده أمر مؤكد. فهي كلها حسابات ومعادلات أكيد الله يكون فعون الجهاز الفني فيها يعني. هما أضرب كل شيء والثقة كاملة فيهم. سواء كجهاز فني أو لعيبة ده أمر مؤكد. طيب. كورة بلاس بكلمة على إن وليد سليمان بينتظم في التدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي. وكان عنده يعني زي نوع من أنواع البرد تقريبا أو حاجة كده يعني. التهاب في الشعب الهوائية حاجة كده. آه. التهابات للشعب الهوائية. فبالتالي ده اللي ممكن بعد وليد سليمان شوية عن مباراة المقاصة ومباراة المباراة عن القائمة يعني. فهو تمام. وطمنا من شريفه موجود عادي في تدريبات المهاردة. طيب. خلينا نروح لحساب مبتدع على تويتر. بقوله الأهلي يبدأ تجهيز نجم الفريق لمواجهة المريخ. وهم هنا بيتكلموا بالتحديد على أيمن أشرف. وتجهيز أيمن لمباراة المريخ. وخصوصا أن أيمن قلصت منه النهاردة تدايجي في الملعب شوية. ممكن على المباراة المريخ فعلا يلحق بإذن الله ويكون من العناصر اللي تشارك أو على الأقل تقدير تكون في القائمة. تعالوا بقى للخبر ده. يعني حتى كهرباء راح عارة من الأهلي برضو. الكلام عليه كتير. يعني. هو في لعيبة كده. ما بيقزن بهم. نفسه هو دايما الجمهور بيبعز يعف أخبارهم. والأخبار دايما بيكون كتير عليهم. فبص الخبر خلينا نأخذه كده من منطقية. قال لك موسيماني يؤجل حسن مصير عودة كهرباء للأهلي. هو الرجل اللي حي يطلع أعارة. عشان يتم التطرق والحديث عن مصير كهرباء. يعني هل موسيماني دلوقتي بيفكر في مين حييجي ومين حيمشي ومين كلام من ده. ويفكر في المطرات الكتيرة وضغط المطرات اللي عنده. فموضوع مش منطق يؤجل حسن ده ده أنا بشوف خبر زي ده لمجرد أن يبقى في خبر لمجرد أن يبقى في خبر مع كامل الاحترام طبعا للزميلنا وأصحابنا اللي ممكن يكون باستخدام الأخبار ما عارف شوالله مين لكن في نفس لا يعني استفدنا إيه مش عايره ما فيش جديد في الخبر بصراحة يعني بصراحة فده أو دي بعض الأخبار التي قايت على الأهلي في السوشيال خلينا نروح لفاصل بعد فاصل نرجع نكاف أهلا محراركم مرة تانية تعالوا نتكلم شوية في الأخبار المحلية الأكيد بتتعلق بمتخبنا الوطني في إطار فترة هتكون مهمة جدا هي فترة جاية استعدامة ممورتي لسنغال نتدي باليوم السابع اتحاد الكرة ينتظر 42 مليون جنيه من الكاف مكافئة وصيف أفريقيا وده طبعا المبلغ المحدد لصاحب المركز التاني اللي احنا للأسف خلنا المركز التاني ممكن ناخده بطولة لكن طبعا موجود كبير جدا يحسب للجهاز فاني الأهرام حسنوا على تويتر كيروش يدرس ضمن أفشا لقائمة منتخب مصر أمام السنغال تواجد أفشا مهمة أو في منتخب مصر ممكن بعض يكون شايف أن أفشا بعيد عن مستوى دلوقتي ممكن مفيش مشكلة لكن اللعيب عنده قدرات مختلفة ممكن تحتاجه في أي مطش من المطشات ممكن تحتاجه في أي وقت من أوقات أي مبرانة بتاخدها يعني فتواجد أفشا في قائمة المنتخب ده أمر حيكون مهم جدا ده لو قرر كيروش على بقى الخبر اللي عكسه شوية وهو خاص بالأهرام برضو واللي بيقوله إن كيروش يدرس استبعاد محمد شريف من قائمة موجهتي السنغال محمد شريف برضو مش موافق الفترة الأخيرة بشكل كبير هنا كابين إنه بقاله ستين يوم ما جابش جون وانتوا حاسبين ستين يوم برضو ده رقم كبير بس ستين يوم ده كان فيه مطشات كتير جدا يعني ما تلعبتش في ستين يوم نشمعولي ستين يوم بلعب مطشات لكن المهم يعني شريف اللاعب فعال جدا على المرمى على حسب اسلوب اللاعب فبالتالي تواجده برضو في القائمة كهداف أو عنده حس التهديفي عالي هيكون مهم لمنتخبنا برضو القرار في الأول وفي الأخر بيبقى مطروك لكيروش تعالوا نروح شوية لأخبار العالمية بس قبل ما نروح لأخبار العالمية نقول التشكيل الخاص والرسمي بتشيلسي وليبربول في مورات نهائي كأس الربطة الكارباو كب اللي هتنطلق بالضبط كمان ساعة الربع تشكيل تشيلسي في حراسة المرمى إدوارد مندي ده التشكيل اللي اختاره توماس تخل المدير الفني الألماني وفي خط الدفاع وبيلعب 3-4-3 روديجر وتياجو سيلفا وتشالوبا وفي نص الملعب كل من كوباديتش ونجولو كانتي وكظهير أيصر ماركوس ألونسو وأسبيل كويت ناحية الليمين قدامهم 3 كريستيان بوليتيتش وماسو مرونت وكاي هابرت كسولاسي المقدمة في تشكيل ليبر بول اللي يهمنا أو عفوا تشكيل تشيلسي اللي يهمنا بقى تشكيل ليبر بول والتشكيل الرسمي كيلر بيلعب على حساب أليسن أنه هو اللي كان بيلعب مباراة مباراة كلها كاس الربطة وحارس مميز بالمناسبة خط الدفاع في طريقة 4-3-3 كل من ترينت أليكسندر أرنولد جويل ماتيب وبيرجر فاندايك وأندرو روبرتسون في نص الملعب كل من تياجو على الكنتارة فابينو وهندرسون والسولاسي المقدمة ساديو ماني ومحمد صلاح ولويس دياز ده تشكيل كل من ليبر بول واتشيلسي في المباراة المهمة جدا اللي ستنطلق بعد قليل بالتحديد الساعة 6-6 بتوقيت القهران نتمنى كل التوفيق لنجمينة المصري المميز العالمي محمد صلاح إن شاء الله تكون بطولة جديدة في تاريخه الكروي والاحترافي المميز جدا طيب الوقت الأسف مش تعيفنا ناخد بعض الأخبار العالمية الأخرى فبالتالي حاخد تفاعل حضراتكم لأنه ده بيبقى مهم جدا بالنسبة لنا على سؤال حلقة النهاردة ورسائلكم هو ما كانش سؤال يا رسال حضراتكم لعيبة الأهل إيه بعد الهزيمة مبارح ونبتدي بسامح سامح قال إيه قال ما فيش غير هتاف واحد بس إلعب رجولة متع القرى أفريقيا الكبار وانت الصورة دي رسالة في إطار الدعم وده المطلوب جدا خلال الفترة الحالية نروح لمحمد محي والله أنا زعلت من أداء اللعيبة أمس وغضبت من مسماني جدا بس غضب عني ما أقدرش أزعل أو غضب عني ما أقدرش أزعل منك يا أهلي ولا أقدر أشجع غيرك تتعوض في المبارات القادمة وانت أدها يا رجالة الحداشر يا أهلي وهو ده المطلوب يعني رسالة أكيد مهمة وكان فيه أكتر منها في الحقيقة لكن إن شاء الله بإذننا القادم هو الأفضل بكل تأكيد نروح بنادي الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريكي ده كانت تفاعل حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من تريند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنعنا إلى اللقاء